حلب السورية وغازع انتاب التركية مدينتان ستبقيان عصيتان على الإرهاب كما صرح الرئيس التركي والذي أكد أن العمليات العسكرية في جرابلوس مستمرة ولن تتوقف لمنع أي خطر يهدد الأمن القومي لتركيا فيما تستمر الخلافات بين رعاية السلام حول التعاون العسكري ووقف العمليات القتالية إضافة لبحث سبول تفعيل هدنة حقيقية في سوريا العمليات العسكرية لجيشنا في سوريا والعراق مستمرة ولن تتوقف لتحريرها من تنظيم داعش ولن نسمح بأي تهديد لأمننا القومي انتصارات تتوالى في جرابلوس حيث تمكن أبطار الجيش الحر من تحرير عدة قرى في محيط جرابلوس بعد معارك دارية مع تنظيم داعش كقرية الحلوانية عين البيضات للشعير وطريخم والعمارنة وبئركوسة وذلك بمساندة من القوات الخاصة والمدفعية التركية من جهة أخرى ما زالت قوافل الثوار القادمين من دارية تتوافد إلى إدلب وسط استقبال مهيب من إخوانهم في الجيش الحر ما جرى من ناحية قانونية هو عملية جريمة حرب بمكتملة الأوصاف عندما يسعى النظام لإخراج المدنيين يبدو أن مجازر الأسد لن تنتهي في سوريا الرستان تلبيسة وحي الوعر في حمص كانت مسرحا لجريمة النكرى ارتكبتها طائرات الأسد وروسيا بقذائف النابالم الحارق والبراميل المتفجرة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحة كما استهدف طيران الحربي حي باب النيرب ومدن حيان وحريتها وكفر حمرى بغارات جوية أدت لوقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح معارك ضد الإرهاب بدأت في جرابلوس ولكن تساءل السوريون أين هو المجتمع الدولي من الإرهاب الأكبر؟ إرهاب الأسد وروسيا ليندغليني لقناة الإخبارية اسطنبول